برضو من الحاجات المهمة النهاردة معانا خدمة بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت حملة لمساعدة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للسنة دي عشرين واحد وعشرين عشرين اتين وعشرين لاختيار الكلية المناسبة ليهم من خلال عرض الأقسام والتخصصات في كل كلية وكمان فرص العمل بعد التخرج وربط كل ده بالتنصيق المعلم من وزارة التعليم العالي تفاصيل الخدمة اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلاب الثانوية العامة باسم اختار كليتك أو اختار كليتك دي بتتم من خلال ندوات تعريفية للطلاب ببرامج ونظام الدراسة في مختلف الكليات الجديدة اللي بيبحث عنها سوق العمل بتوضح الخدمة للطالب وولي الأمر إزاي يختار الكلية المناسبة ليه يتعرف على التخصصات الجديدة المقدمة وأهميتها في سوق العمل خدمة مهمة جدا 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 بتقدم شركة المتحدة لخدمات الإعلامية لأنه فعلا إحنا بيبقى عندنا كده لحظة التنصيق وحالة من التوهان شوية أو الاختلاط شوية أختار أنهي كلية طب أنا حاسس أن أنا حابب الكلية دي أكتر أنا حاسس أن أنا ممكن الكلية دي قدراتي تبقى فيها أعلى طب بابا وماما شايفين رؤية أكتر لية من كلية تانية ضغوط ممكن يمارسها بعض الأباء والأمهات على أبنائهم في فكرة أنه إحنا شايفين هو ده الصح وهو ده المستقبل ولكن كل ده بيبقى مبني على غير علم أو غير يعني معرفة إدراكية بشكل كبير بفكرة أنه هي دي قدراتك وهو ده سوق العمل اللي محتاج ده فالحقيقة أنه هذه الخدمة هتحاول أنها تساعدك أكتر على أنك أنت تكتشف ذاتك تكتشف قدراتك فين تعرف سوق العمل محتاج إيه أكتر تعرف إزاي تختار كليتك لأنه ده مهمة قوي قوي إحنا خلص خلصنا مرحلة المذاكرة مرحلة اختيارك كلية دي مرحلة مهمة جدا حتى اللي كان محقق أو محدد هدف وحققه برضو مهم أنك أنت تروح تسمع في النادوة دي لأنك أنت ممكن تكون أنت مش شايف حاجة وهم من خلال الشرح ومن خلال اللهم أكيد حيخلك تشوف رؤية مختلفة أنك ممكن تغير وجهة نظرك فإنه لا صح أنا ممكن تكون قدراتي أهم في هذه الكلي أو أحسن الباشن بتاعي أكتر في المجال ده فبالتالي خدمة هيلة جدا 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 بتطلقها شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أرجوكم استغلوها ويروحوا احضروا الندوات مع أهليكم لأنه أكيدا عارفا أنه بيبقى الأهالي بيبقى ليهم دور برضو في الضغط على أبنائهم في اختيار كلية معانا فممكن برضو ده يقرب أكتر وجهات النظر ما بين الولاد وأهاليهم